يسعد صباحكم عن جديد يعني اليوم كل فقراتنا هيك العلاقة بالأطفال وكل شي بيخصون وأكيد كل أم بتحرص دائما أنها تهتم بغذاء ابنة وتراء بصحته وطبعا هذا الشيء كتير مهم وخاصة بوجود أكلات يمكن حاليا بيعكلوها كتير الأطفال بإفراط كبير من دون معرفة الأهل ويمكن بيسبب هذا الشيء ضرر على صحة الطفل على المدى البعيد اليوم بفقرتنا الطبية رح نحكي عن عدة إرشادات صحية بتساعد كل أمنا تحافظة على صحة ابنة لحتى نعرف أكتر خلونا نرحب بضيفتنا بالستيديو روزا بوتروس الاختصاصية بالتغذية صباح الخير وأهلا سهلا بكم صباح الخيرات روزا أهلا وسهلا بكم معنا اليوم فعليا موضوع جدا مهم أنه نحنا أطفالنا خلال النهار كلهم نحنا عنا يعني الشعب العربي هيك حشي 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 صح عرفت إن الضيف منحشي الطفل منحشي هيك عاداتنا للأسف في كتير أكلات يمكن نحنا عم نقدمها لأطفالنا ما نفكر إنه نحنا عم نغذيهم ولكن نكون لأ عم نضرهم صح أنا كيف بقدر حافظ على تغذية طفلي بدون ما سبب له ضرر وبدون ما سبب له كمان زيادة بالوزن هنجد السؤال كتير حلو هو كتير متشعب بس لحاول أحكي يعني قد ما فيني باختصار لنوصل معلومة للأهل هلأ أنا لما بقدم كل العناصر الغذائية للطفل بالغذاء فأنا تلقى إنه نكون بعدت عن الأكلات الضارة يعني أنا لما عم قدم له المغذيات الضرورية لأله لا شعور يا بكون أنا خففت كتير من الشي اللي ما نضحي لأله هلأ نحكي مثلا شو لازم يتضمن النظام الغذائي من حستين لثلاث حصص من الفواكه من حستين لأربع حصص من الخضار سواء خضار ورقية داكنة مثل السبانغ سواء خضار اللي بيكون لونه أورانج أو أحمر مثل الفليفلة الملونة مثل الجزار مثل اليقطين عم نحكي كمان عن بقوليات العدس الحمص وكمان الخضار النشوية يعني مثل الدراء والبطاطا أكيد ثلاث حصص تقريبا من الحليب ومنتجات الحليب كرمال الكالسيوم لأنه هو كتير ضروري لنموه وهذه المرحلة هي فترة نموه فأنا بدي غذائي غزي ما بدي غذاء بس عم بيقدملي سعرات حرارية بيوصله للسمنة ومعن بفيه وبيعطيه نشاط وفرط حركة يمكن لطفل خصوصي بس نشوف الولد مسا عم يأكل كتير سكر صح فمنشوفه عن جد هو كتير سعر حارف بس عم بيعطيه نشاط الغلط تماما مو النشاط يلي نحنا بدنا يعني نحنا ما بدنا ياخد النشاط من السكر المفرط كمان نقدم له بروتين بكمية كافية لبروتين كتير ضروري بهاي المرحلة نقدم له كمان أكيد منتجات الأنح نحاول عطول تكون من الحبة الكاملة والدهون بهذه الفترة يعني نحنا عم نحكي من عمر خمس سنين لعمر مسا عشر سنين 12 سنين كتير مهمة الدهون بس أكيد ننتجه للدهون الصحية يعني زيت الزيتون الزيتون المكسرات الأبوكادو حليب يكون كامل الدسم بهذه المرحلة كتير ضروري في شغلة كمان ما ننتبه لنحنا عند الأطفال هي السوائل لأنه الطفل أول شي ما بيعرق كتير مثل الإنسان البالغ وإذا عرق ما بيحس والمكانزم طبع العطش عنده ما بكون شغالة منيح فهو أصلا ما حيحس إنه عطشان بس هو كتير بيحتاج لماي بيحتاج لسوائل بهذه الفترة فنحاول عطول نحنا نذكره إنه يشرب ماي نخلي للأنينة عطول حده أنية الماء لحتى يعني كل شوية يشرب طب هون في سؤال روزع يعني نحنا دائما نعرف بالشطة كل العالم بتنسى تشرب ماي الكبير والصغير وكل الناس لأنه ما بيعود الواحد ممكن بيشوب كتير أو بيحتاج مية كتير كيف نحنا أو شو الكمية عفاني اللي بيحتاجة الطفل مثلا نعرف نحنا الكبير بيقولوا إنه مثلا من اللتر ونصف اللترين في ناس بتقول حتى أكتر الطفل شو الكمية اللي بيحتاجها؟ كمان الطفل بيحتاج تقريبا من لتر فاصلة ثلاثة يعني أو لتر ونصفة اللي نقول للترين يعني تقريبا بيحتاج كمية عالية وخصوصي بالشطة مثل ما قلتي إنه بينسوا لأنه يعني برد الطقس بس هنا بالشطة فعليا بيحتاجوا ممكن أكتر من الصيف صح لأنه أصلا يعني مثل التغيرات اللي عم بتصير بالطقس كمان في تغيرات بجسمنا بتصير فهنا بيحتاجوا للسوائل طب روزع خلينا هيك شوي نحكي تفصيل يعني قلتي ثلاثة وجبات حليب يعني أكلات كتيرة حسيتهم كتير كتير خلال النهار أنا كيف ممكن نقسمهم للطفل خلينا نبلش بوجبة الفطور نحنا عم نحكي الطفل ما بين خمسة لعشرة سنوات تمام شو ممكن يكون فيه بالفطور هلأ وجبة الفطور ممكن مثلا تحتوي على توست أسمار أو خبز أسمار مع جبنة لبنة بيض البيض كتير مهم كمان بهاي الفترة ممكن حليب مع شوفان مع زبدة فول سوداني في نقطع فوقه نوع من أنواع الفواكه يعني فينا نحنا ننوع يعني عطول نحاول ننوع وما نعقد حالنا يعني الأكل كله اللي موجود اللي موجود بالبيت تماما اللي موجود بالبيت لبنة لبنة جبنة بيض زيت وزعتر زيتون مثل ما ذكرت تمام طبعا زيتون هؤلاء كتير مفيدين هاي يمكن القصة اللي هلأ الأهل شوي خلينا نقول بيتلبكوا فيها لأنه عم يبعثوا الولد على المدرسة كمان عم يتلبكوا أنه أنا شوفيني إبعث شي مع أبني بيضل مثلا إحنا الوصغار بتذكر كانت صندوشة اللبنة هيك بتنشف ايه أو بتنشف مثلا فشو هي الأشي اللي ممكن متل ما قلنا بتساعد على المدرسة بيقدروا كمان يبعثوا هاي الأكلات ممكن معضة البيض بس باقي الأمور يدروا يبعثوا هلا إذا بيض مسلوق يقدروا يبعثوا بيض مسلوق مثلا يبعثوا يقطعوا قطع ويبعثوا تذكر نحنا وصغار كان البيض والمكدوس ممنوعين ممكن إنشان ريحته تماما بس إنشان ريحة الأكل مزبوط هلا مثلا ممكن نحنا نعمل بانكيك صحي بالبيت بيتضمن فيه بيت فيه بيت فيه حليب كامل الدسم فينا نعمله من طحين الشوفان بدان ما نحط طحين أبيض لأن طحين أبيض هو طحين مكرر طبعا مثل ما حكينا يعني مانو هالأدنافع ما عم بيقدم له غزة نعمل له أكلات صحية بالبيت من المنتجات الموجودة عنا يوجد نحن هايكي يأخذنا كذا منتاج بالشغل أصلا الطفول لح كتير يحبه صح لحيستمتع هو وعم بياكله أكيد حصة فواكي ضرورية كمان تكون معه زي عم نحكي مثلا باللونش بوكس حصة الفواكي تكون موجودة معه فينا نعمل له خضار مثلا قطع له جزر الخيار نعمل له هون مع هيك تغميزة حمص أو تغميزة لبنة كمان يعني بيحبه وبتصير هيك تغييرة شكل كمان بيجتهية أكتر يمكن الطفل اللي ما بيأكل كتير منيح بالبيت بالمدرسة بيصير بيشتهي لأنه هو بجمعة مع الولاد كلهم عم يأكلوا فيستغلوا الأهالي هاي الفكرة طيب حكيت بالبداية أنه فيه أكلات معينة نحنا بنعطيه للطفل منفكر حالنا أنه عم نفيده بنكون نحنا بالعكس عم نأذي متل شو ممكن تكون هاي الفقرة؟ هاي الفقرة بالدحل ألحظ لأنه عن جد فيه كتير أكلات نحنا منفكرة أنه كتير منيحة مثلا أنا ما بشربه كله أبدا بشري له عصير هذا العصير لكله سكر كله سكر وفيه دراسات اكتشفت أنه لما الطفل يكون عم بشرب كتير عصير خصوص العصير المعلب عم بصير في عنده أصير قامة يعني وطبعا بيأدي للبدانة يعني هذا شيء مفروغ من أمره أنه العصير المعلب مثلا هاي أحد الشغلات اللي نحنا نفكر أنه أنا عم بقدم له شيء صحي بدال وما نفريش يعني ما نفريش هلا إذا كان عصير معصور بالبيت أوكي بس العصير المعلب يعني الشيء عم بيكون كتير عالي بالسكر ممكن كتير عالي بنواد الحافظة فما عم بيقدم له أي غذاء تمام مثلا فيه كمان الأجبان الكريمية اللي بتندهن هلا هي أكتريتها دهون بس دهون لمعنى صحية يعني عم تكون زيود مهدرجة يعني بتكون دهون مشبعة فكمان مانا يعني هي مانا مصنوعة من مادة الجبن مثل حزيري شغلة بأهل الفقرة هاي اللي بدي حلقة بدي أنا أختصر لك شغلة فيها أنه رح يطلع ما بيقدر يأكل شيء آخر شغلة لا هلا بهاي الأيام يعني صاير أنه كتير في هاي الأصاص اللي فيها محافظة كتير لأنه سهولة كمان أنه ضغري أنا بحط معلقة هالجبنة بدي هنا يلا بدي هنا وبمشي مثلا فيه كمان نحكي عن صانديوشة نوتلا أنه أنا بفكر عم بيعطيه طاقة عم بيعطيه شوكولات مثلا تاكل الماما تاكل الماما فكمان هاي من الشغلات اللي نحنا يمكن من فكرة نافع بس هي لأ بالحقيقة عند الطفر هي كمان ما نميحة طيب خينا نقول الأكلات اللي هي لازم تكون بشكل دوري عند الطفر يعني مثلا تحديدا وجبة الغدا حكينا هلا قالوا فطور وجبة الغدا كمان نحنا دايما أن الولدي ابني بيحب المعكرونة كل يوم تعمله معكرونة ابني بيحب هاي الأكلة ما صير دعما منعيد يمكن هاي الأكلة قديش صح نعود الولد على طبخ البيت على الأكلات اللي هي خينا نقول منوعة ومشكلة كليوم مزبوط هلا بهاي المرحلة الطفل كتير أصلا بيتأثر باللي حواليه بالعيلة باللي أخواته اللي أكبر منه ورايبينه اللي أكتر منه فمتل ما ذكرتي طبخ العيلة والقعدة مع العيلة يعني الطفل بيحاول بيحفز الولد أكتر تماما بيحفزه أكتر وبصير بيحاول إنه أمي شو عم بتاكل أبي شو عم بياكل بصير بدي جرر بياكل تمام فاجتماع العيلة على الأكل سواء وجبة الغداء أو سواء الفطور أو العشاء كتير بيساعد الولد إنه هو ينتقل الأكلات الصح تماما يعني في أفكار كتير حلوة ومفيدة ممكن نحنا مستفاد منها طب خلينا نحكي على وجبة ما قبل النوم تماما يعني للكبار منقول إنه خلي وجبتك خفيفة ما تاكل فورا وتروح تنام الطفل نفس الشي وشو هي الوجبة الخفيفة اللي ممكن هو يتناولها تكون كافية لأله ومغذية تمام هلا كم مثل ما ذكرتي قبل النوم مفروض تكون الوجبة خفيفة هلا إحنا منفضل قبل النوم يكون الأكل فيه سيروتونين أو ميلاتونين مثلا هاد الأكل موجود ليش لأنه بيخي بيخليه يرتاح ينام بريم تمام ينام بريم تمام ينام بريم مثل اللبن مثلا مثل اللبن مثل اللبن مثل المكسرات لأنه فيهم منغنيزيوم مثل الموز كمان فيه بيرخي العضلات الموز مثل البيض مثل الشوفان فهدول الأكلات نحنا فينا نقدم له ياهن لأن أقدمهن أبنهم وخفاف شوي وخفاف طب سؤالهن نحنا هلا كمعان بما إنه جاي الدنيا على برد وشطة في كتير أحالي بيشربوا الولاد كاسة سخون إن كان مثلا الصباح أو المساء ينصح فيها أولاء اللي هي مثلا ممكن تكون زهورات مشكلة ممكن تكون مع معيات مثلا بابونج المسا كتير منيح كاسة بابونج مسا كتير منيح وكمان بترخي بس أما شي فيها كافيين لأ لأنه حيعطيه حيعطيه طاقة وأصلا كافيين بده كتير وقت لحتي يطلع من الجسم فما منفضل ليكون شاي مثلا لا أما زهورات بابونج هاي المشروبات الأعشاء هي هيك بترويق بترويق وبترخي مظبوط طبعا بس مو ينسون مثلا كاف ينسون لحبي نطلع نسهار ما في مجال تمام وعمل هاي الحركات أكيد روزا نشكر كتير على وجودك معنا على اليوم وعلى هاي المعلومات اللي قدمت لنا أهلا وسهلا فيكي شكرا كتير لألك روزا سببتين أهلا وسهلا